موسيقى اهلا بكم الى كلام بيروت الاضراب النقابي اليوم الذي تصدر صحف بيروت الترافق مع عنوان تشكيل الحكومة ما اطلق توقعات بان تكون المرحلة المقبلة فترة اختبار لمعرفة كيف ستقول اليه الامور حكوميا واقتصاديا ومعيشيا اضافة الى هذين العنوانين تصدر الصحف ايضا موضوع دعوة رئيس النظام السوري للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية التي يستضيفها لبنان في وقت لاحق من هالشهر الجاري هالموضوع ايضا شغل بال ضيفي الاستاذ المحفوظ رئيس حركة التغيير صباح الخير صباح الخير يا تك العافية ونعاد عليك وعلى جميع اللبنانيين شكرا وعليك لدرجة انك وجهت كتاب بارح للامين العام لجامعة الدول العربية ضمنت توصية بعدم دعوة سوريا الى القمة المزمع عقدها ببيروت ليش اخترت بذل كل الملفات المشتعلة لبنانيا ان تركز على هالموضوع انا المذكرة ضمنت ملفان اساسيان ملف الاول هو انه هيدا النظام مع الكم الهائل من الجرامي اللي مارسوا بحق اللبنانيين ولكن في ملفان اساسيان بعضهم ضغطان لليوم ملف الاول هو انه في مئات من المعتقلين اللبنانيين بعدهم لليوم بسجون السورية ما عم بيخبر عنهم شيء ما عم يعطينا ولا اي مشهولي المصير تاني ملف هو موضوع تفجير مسجداي التقوى واللي متهم فيه ومتواري فيه بحقه مذكرات جلب هو علي المملوك المساعد الاساسي لبشر الاسد فهولي كافيين هولي النقطتين يعني لقيت من المناسب والطبيعة ما بتحب الفراغ وشفت انه ما حدا تلقف اي مبادرة للقيام بهذا الموضوع فاخدت هذه المبادرة وتوجهت لسعادة امين عام جمع الدول العربية بهذا الكتاب على العكس يعني عم تقول انه ما حدا تلقف الموضوع بالعكس في اتجاه معاكس لدعوة هذا اللي بقصده انه ما حدا تلقف بالطريقة اللي انا عم بحكي فيها بالمعنى اللي انا بقصده انه يتوجه لجمع الدول العربية او يطلع اي موقف رسمي من جهة معنية بهذا الموضوع تأشر الى ما ادلت فيه فعم نضطر دايما انه نذكر اللبنانيين على الاقل ولو لفظيا بانه نحن في قضية اساسية دانيسيو شعب اللبناني انهك شعب اللبناني اصبح بمكان اخر اولوياته صارت بيلحق الامور التافهة والسخيفة للأسف وياللي هي ما رح تودي لنتيجة وياللي في حدا في يد خفية عم بتكب كل ليلة خبرية تلهيهم عن الامور الاساسية اللي من المفترض انه يركزوا عليهم ما رح تودي لنتيجة ولا جربوا وشافوا انه اصلا الامور يمكن ما قلهم بتقرير مصيرة يعني بالنهاية لبنان هذا البلد الصغير بده يتفاعل انا ما بدني ضلني اذكر بلحظة 14 قدار بس مش صحيح هذا الكلام لانه توي جت بها اللحظة التاريخية الاسمه 14 قدار واي مظاهرة يعني طب اعرف هلأ رح نحكي بموضوع المظاهرات بس اي مظاهرة تخاد من قبل فريق واحد او جهة واحدة او جمعية واحدة او حزب واحد لن تؤدي نتيجة اما تكون مظاهرات على مستوى كل الوطن وإلا لن تجدي نفعا وراح تودي لأي نتيجة تعتقد انه بعض في عنوان بيجمع كل الوطن يعني اكتر من العنوان المتعلق بالجوع والرغيف والطبابة وعدم وجود حكومة واليوم شفنا الاضراب بين مشارك ورافض وكأن انتهى قبل ان يبدأ مش مظبوط والدليل انه مش تفصيل بسيط ان يستشهد رفيق الحريري سنيا وان يتحول الى مشروع وطني كبير ادى الى ما ادى الاه في لبنان فلا بيضال في عنا عنوان كتير كبيرة ونحن اخطأنا معرفنا نستثمر هذا الاستشهاد ومعرفنا نستثمر مظبوط مثل ملازم هاي اللحظة اللي اسمها لحظة 14 ادار فالعناوين نعم اخطأنا طبعا هو 14 ادار نعم اخطأت كثيرا بعدم استثمر بعدم معرفوا يستثمروا هذا الانجاز التاريخي اللي كان من المفترض انه ان نراكم عليه ايجابا وللأسف هايدي سياسة اليد الممدودة وانه نحن بدنا نبني وانه لأ بدنا ندعي الاخر سترولا بس للتاريخ هاي اللحظة اللي كانت عم بتصير فيها 14 ادار ايتام بشار الاسد واللي كان عم بيشغلوا نغازك نعانه ورستهم غزيلة ببيروت عم بيضبوا شناتهم وفليه من لبنان في ناس شارية بيوت بره مش عارف كيف ده توصل يعني وكأنه اللي كان على المرفق لقطنا له ايده وقلنا له رجع واللي كان بالطيارة هربان قلنا له لأ رجع لنرجع نبني نحن وياك هايدي اثبتت عن فشل عقيم يعني عم نعيش تداعيات حتى اليوم ورح ندفع بعد اتمان اكتر واكتر بال2019 انا ما بدي يكون تشاؤمي بس رايحين على مكان ما بدي يسمي نفق مظلم ولكن مكان كتير خطير هل بتشوف انه ممكن تكون قصة دعوة بشار الاسد على القمة الاقتصادية هي اللي عم بتأخر بشكل او باخر تشكيل الحكومة لا ليك معلش ما بقى نضحك عن الناس خلاص الظروف الداخلية هي تفصيل بسيط لا يؤثر بالمحصلة على اطلاق التشكيلة او ابقاء قيد الاعتقال تشكيلة ليش ظروف عدم اطلاق غير داخلية الجزء الاكبر منه هو اقليمي ودولي وما بقى نتحكى ع بعضنا وما بقى نكذب عن الناس انه هذا موضوع نحنا منحله بالداخل وزير بالزيد ووزير بالمائس في شيء يتعلق بمشروع حزب الله الاقليمي يلي له علاقة بانه هذا الحزب يريد الامساك كليا بمفاصل السلطة في لبنان الايراني يريد ورقة في هذه المنطقة باليمن وضعه بانه سليم بالعراق بعضهم لا اليوم مش قدريني شكله حكومة وكل الدعوات بالعراق عم تقول بدنا حكومة لا مع امريكا ولا مع ايران وهيدي تعتبر خسارة للايرانيين يبقى الورقة اللبنانية دعضعت حزب الله مسألة تشكيل الحكومة وكل يوم بموضوع يعني لحظة بيقول هولي السنة المحسوبين على حزب الله محسوبين عليه اللهم حق لحظة تانية بتدخل بموضوع امن بموضوع الجاهلية سيناريو واخراج وبطولة حزب الله وان كان منه بالواجهة فعم بيجرب يلقت كل مفاصل السلطة وللأسف للأسف الدولة في لبنان شبه غائبة على طريقة المسرحية المصرية شاهد ما شفش حاجة وانا من هون بدي اقول كم معه حق سمير جعجع وقت اللي دعا الى تفعيل الحكومة الحكومة لعقد جلسات ومبارح دولة الرئيس نبيه بر الرجع حكي بهيدا الموضوع بقى حالة رح نرجع نوصل نحكي عنه بس بموضوع موقف الحزب اليوم جريدة الديار تفردت بأجواء نقلتها عن البطريارك الراعي حيث قال لمجموعة من الشباب التأهن أنه تشكيل الحكومة مسألة يومين بحسب وعد موفدي حزب الله ونحن نعطينيهم ثلاثة يام كمهلي لأننا أبناء القيامة معلوم أنه كان في وفد من الحزب عند البطريارك قبل يومين ثلاثة أكد له أنه العقد على طريق الحل شو عم بيصير هون بين الحزب وتيار الوطن الحر تحديدا لو أصل لهيدا الجواب بدي أقلك أنه الخراب كله اللي عم يحصل اليوم جزء كتير كبير منه نتيجة التحالف اللي حصل بمرمخايل من سنوات طويلة ما بتقدر تعمل تحالفات جانبية نقيدة للدستور بتقدس سلاح بتعترف بميليشيا بتقدم أولويات خاصة وحزبية وديقة على أولويات الوطن اللي صار أنه حزب الله لسنوات طويلة منذ ذاك الاتفاق عم بيسلف الطيار الوطني الحر خدوا سلطة خدوا نواب خدوا وزراء بعطل الدولة العيون صهري ما تتشكل حكومة بوقف حكومات عم يعطي قد ما بده ولكن للتاريخ الطيار الوطني الحر ما كان عارف بهذه اللحظة اللي عم يعطي فيها الحزب أنه سيأتي يوم بده يدفع الثمن ولا إجا الوقت لدفع الثمن ولكن هل زيت السم يلي نعمل بيه سنوات لاحقة بتعطيل حكومات مئات حرير تمام سلام إجا اليوم عم يرجعوا يشربوا يشربون نيبس وين المشكلة سترولا تحديدا بالطيار الوطني الحر بيربح بيربح لحاله عم يخسر عم يخسر كله اللبنانيين نعم ولكن بالنسبة لوسيقى التفاهم هل تقدر تنكر أنه بمرحلة معينة جنبت لبنان خضات عديدة يعني وبالتالي اليوم عم بتقول أنه الحزب عم يدفع الطيار بس المشكلة اليوم يبدو عند الوزير جبران بسيل مش عند الحزب لكن ما بقى حرام هالزلمة والله حرام ما بقى جسمه ما بقى يحمل يعني ما بقى تحمله لا حجمه بيقدر يعطل بالنهاية المطاف هو الناطق الرسمي هو الظل هو القريب هو مدير الجمهورية يعني لا بدنا نحمل هالشاب تداعيات كل اللي عم بسيل يعني يدطلع هلأ عم بيعمل مهمة جديدة وكما يبدو حتى اللي وقع بس براهيم وبيعجبا جبران بسيل مش فاتع حسابه مش فاتع حسابه فيه ورامة رجعية أساسية هي فخامة الرئيس ما بقى نعطيها الزلمة حجم تعطيلي أكتر من أنه يقدر يعطل لو قادر يعطل لو بيقيده الحل طبعا كان راح باتجاه تشكيل مش مش المشكلة بعدها بالتلت لمعطل بس خليني أرجع لنقطة حضرتك أشارتيلا لأنه ما بديها تقطع هك نعم وهي حضرتك قلت أنه التحفاهم أو التحالف اللي حصل بين حزب الله جنب لبنان جنب لبنان أنا ما شفته جنب لبنان أنا ما بيقدر أجر أو استأجر الأمن بمعنى أنه التراضي يعني بالنظرية لحضرتك قلتيا فإذا خلينا كلنا مش هيك بتبرد النفوس طيب هيدا راح أعطيك مثل صار حرب الجبل يعني حرب ضروس بين المسيحيين تحديدا بين القوات اللبنانية والاشتراكية والاشتراكيين طيب لا عملوا زواج متعة ولا عملوا حفلات إذا بدك رأس وفرح أنه نحنا يا با خلص الحرب ولكن أني عايشين مع بعضهم وماشي الحال وفي تفاهم بمحلات بتحلفوا بمحلات بتتفقوا مع كل اللبنانيين صارت بس أنا اللي عم أقوله أنه هذه الوثيقة بمر مخايل نقلت الدولة إلى حضن حزب الله شو اللي عم بيصير اليوم وليش الحزب عم بيقول للتيار الوطني الحر أنه أنت في عندك حد بتوصله والدليل طلع فخامة الرئيس على شاشات التليفزيون بالذكرى التانية لانتخابه وقال عن النواب السنة الستة ما بيمس له ما قاله انحق جمعوا بعضهم مش لازم يطلع لهم وزير بعد 24 ساعة منقرأ أنه في رقاء حصل بالضحية الجنوبية بين جبران بسير والسيد حسن نصر الله تنقله بالأمور وان قال لجبران جبران كان عم بيقول جملة وكان معه حق فيها أنه هذا صراع سني شيعي نعم فهموا إياها بالملعقة وعي شاب بقى تحكي بهذا الإطار هذا الصراع سني سني هذا اللي عم حاولوا يعملوه بدون يعملوا صراع مسيحي مسيحي بدون يعملوا صراع درزي درزي المشاهد اللي حصلت بالجبر بدون يعملوا صراع سني سني لأنه لأنه تركيبة حزب الله العقائدية والفكرية الإيديولوجية ومشروعه يقوم على مثل هذه الحركات يقوم على مثل هالحركات ولا يقوم على أنه هو يفرج أنه هو حزب عابر للطواقف أنه عنده عند الدروز وعنده عند المسيحي يلعبه حافظ الأسد خلال سنوات بلبنان يشعل الحرب ودخيلك حافظ الأسد تعطف فيها بشعل وانا بلعب دور الإطفاء وإذا منرجع لسنوات الحرب الأولى وقت اللي كان يصير فيه خطف لرهائن الأجانب في لبنان كان عنده جيوب وميليشيات بكل المناطق تقريبا يخطف بتتذكري قضية تاريوات وقت اللي اتدخل حافظ الأسد بطلع بطل الهمام هذا الدور اللي عمي لعبه وهذا الوعي اللي لازم نعاله بكل الأحوال سترولا فيه مرجعيتين دستوريتين هني بيشكلوا الحكومة صرت أيلها 1500 مرة سيد حسن مصر الله وبعرف الكم الهائم من الهجوم اللي اجي علي من جمهور حزب الله سيد حسن مصر الله رئيس حزب سياسي نعم نيح هلأ هو الوحيد اللي بيحمل السلاح صار بتتصنف الحزب ميليشيا ولكن في مرجعيتين دستوريتين في لبنان هني فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف وحدهم مكلفين بولاجين يهتمون بتشكيل الحكومة والباقيين ما عندهم أي دور لصاير انه فيه انكفاء لدور المؤسسات الدستورية حزب الله بنط سعب الكركة سعب الخارجية سعب الجهلية يمكن مش انكفاء بقدر ما هو محاول لتسبيت دور ثالث معهم أو لتكريس هذا الدور الثالث طالما هالمسدس بدألك شغلة منهم بحاجة لوزارة المالية منهم بحاجة حتى إذا بدك أكتر من هيك إذا ألزم إذا ألزم حزب الله ما يفوت على الحكومة لسبب أو لآخر بيقدر يدير الحكومة والبلد والدولة بالرموت كونترول اللي موجود بالضحي الجنوبية انه هلأ ناطر هو هيدا التوقيع هيدا شكله أشرت لزيارته لبكركي إبراهيم بيرم اليوم بيقول أنه أحد أهدافه أهداف الزيارة لبكركي رسالة إلى من يعنيهم الأمر بأنه حريص كل الحرص على الحفاظ على علاقته مع سيد العهد ومع التيار البرتقالي وحريص على نجاح العهد وسيده من جهة وعلى تفاهم مارمخيل من جهة تانية يعني عم بحاول الحزب بنهاية المطاف أنه يفرجي لأ أنه هو حريص على هذا العهد ونجاحه من نجاحه كيف وقت اللي بحرد ست نواب بجيبهم كل واحد منهم بنتمي لكتلة وبجمعهم وبعملوا منهم كتلة مستجدة وبقولوا أنه نهول لازم يتمثلوا هلأ هني عندهم نظرية حزب الله بتقول أنه لأ هول من أول نهار نحنا نفاهمين الكلمة نعم أنه الموجودين تاب يا شاب إذا من أول نهار موجودين لشو حطتهم بكتل وبيروحوا بيحضروا بس أحدى مشيين بارح حدا من النواب الستة حضر اجتماع كتلته الأساسية وطالع يطالب بيحصها للكتلة المستجدة يا خيتي ما بالقليلة على عيون الناس وقفوا تضحكوا على العالم لا خلص خلصنا وراح قللك شغل سترولا إذا انكسر رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف بهيدا الملف عوضناك البركة يعني منكون عم نحط مسمار إضافة بينعش هذا الوطن وهذه الجمهورية ممنوع تنكسر المؤسسات نحن مننكسر سياسيين منكسروا سياسيين منتنازلوا الدولة ممنوع تتنازل نحن منتنازل للدولة ليش بدأ أسألك بعد الفاصل اللي وقع بس براهيم ليش رجع الوزير جبران بسيل وكأنه أخذ المبادرة ويعني ماذا بعد هالإضراب اليوم صارنا 225 يوم بلى الحكومة وإلى الإضراب در مثل ما كتبت النهار بعد البريك نعود لمتابعة هذه الحلقة مع الأستاذ إلي محفوظ أستاذ إلي رح نبدأ القسم الثاني كمان بموضوع تعطيل الحكومة من خلال كاريكاتور أرماو حمسي بجريدة النهار يلي رسم خريطة لبنان على الآن بين كماشة التعطيل والفساد ومنشوف وكأن رح تطبق عليها هالكماشة وما يبقى منها شي بس تخلص بموضوع الحكومة ممكن يكون في حل بلحظة معينة قبل القمة الاقتصادية لأنه اليوم عماد مرمل بجريدة الجمهورية قال أنه قد يكون الحل بطرح اسم الدكتور عبد الرحمن البزري يلي هو تقاطع بين الرؤى سعون بر الحريري بسيل حزب الله واللقاء التشاوري يعني شو هي الظروف اللي ممكن تسمعها؟ أنا بعدني مصر أنه كل اللي عم يعملوه الشباب مضيعة للوقت وهن بيعرفوا تماما أنه مش هيدا سبب العرقل الحقيقية قرار اللي إجا على لسان الرئيس ترامب القرار اللفظي لأنه بعد لم يأخذ يعني مدى الانسحاب الأمريكي من كان هو آخر إذا بدك آخر عملية أرخط بظلال التعطيل لأنه في عملية كباش صايرة حزب الله عم يرسم المرحلة الجاي انطلاقا مما ستكون في ظروف بالداخل السوري اتفاق اللي حصل بين الأمريكان والروس قضى بما قضى به بإحدى نقاطه انسحاب كافة الميليشيات الشيعية من الأراضي السوري وهذا الموضوع اعتلموا حزب الله وعلى أساسه عم بيرتب أولوياته وعلى أساسه عم يبني بيته الداخل انطلاقا من هذا المعطى لذلك يريد يعني تحقيق الانتصار والمكسب بداخل هذه الحكومة ترجمته يعني ترجمته بأي شكل بتلتم عطل شوفي الرقم 11 اللي عم ينحكى فيه منه مزحة بس هو عمليا إذا نجي منفصل الأرقام هو معه ثلثين الحكومة معه 18 وزير لأنه أنا كل الوزراء الباقيين شيلي طيار المستقبل والاشتراكي والقوات البنانية اللي هن يعني إذا بدك ما يسمى بـ 14 قدار سابقا وبقت ما بقى كلهم بيصبوا بخندق واحد يعني بالأمور استراتيجية كلهم مع بشار الأسد وكلهم مع صديق حزب الله البقت لأنه خايف من المرحلة اللي جاية ومن تدعيتها وبعدها غير شوفي يعني ما عنده سائب تقصد بالطيار خلينا إليك شغلي في شي ناس ما عم تنتبه له هذا الرئيس اللي اسمه ترامب بأمريكا يفاجئ معظم الناس ورح أعطيكي هيك مسألة بسيط هل حضرتك بتعرفي أنه قرار اللي أخده بالانسحاب من سوريا حتى البنتاجون ما كانوا معه خبر بس هو واحد فيه الناخبين اختلفنا يعني عملا في زو عوده بس إذا بتلاحظي خلال 24 ساعة آه خلال 30 اليوم بارح بيقول خلال 180 أو 160 نهار عملية الانسحاب عملية الانسحاب ما بتصير هيك يعني بدنا ننسحب في إلى أمور لوجستية وأمنية وتحضيرات والآخرية لهلأ لا شيء يؤشر لأنه هل بده يعمله هو البنتاجون بوسط وزارة الدفاع الأمريكية لليوم وزارة الدفاع الأمريكية لم يصلها أي معلومات أو تفصيل حول هذا القرار مش هيك عمقول أنه المرحلة ضبابية وغير منقشعة حزب الله عارف ومتأكد بأنه هالحكومة متى تشكلت ستمتد إلى أربع سنوات أربع سنوات مش هين من عمر الوطن حتى انتهاء العهد روسيا بحسب زميلتنا مارلان وهبة بالجمهورية قررت ترجع تدخل لأحداث توازن بلبنان لأنه هالأمر هو مصلحة وضرورة لوضعها وتموضوعها الحالي في سوريا يعني بحسب المقال أنه روسيا بنهاية المطاف ما بينسبة أنه حزب الله أنه إذا كان غالب بسوريا أنه نفس الشي يكون بلبنان لأنه رح يشتغل لمصلحة إيران مش لمصلحة ومنشان هيك رح تتدخل من جديد شوفي اللي كتبته مارلان في كتير من الدقة والموضوعية والواقعية لسبب أنه الروسي سيكون اللاعب سولو في المنطقة نعم خاصة وأنه الدور الفرنسي بعد لأرار الأمريكان خاصة وأنه الدور الفرنسي شبه ممكن حتى اللحظة طبعا الفاتيكان يعني وجودها معنوي وروحي أكتر منه وجود مادة الأمريكاني آخر همه ما بيعنيه هذا الموضوع متى ما تأمنت مصالحه الأساسية بمنطقة شرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي ومأمنة ورقيا يعني ماضي اتفاقات ومرتاح فالروسي ليش بده يلعب هذا الدور يلي يعتبر أنه هو تحريدي بالعكس في معلومات وبلشوا فيها أنه في زيارات مرتقبة لكثير من الأحزاب اللبنانية والسياسيين اللبنانيين وهم بده يقلك نقطة كتير مهمة إلى موسكو يعني نعم أنه دولة الرئيس سعد الحريري ورد شغلة كتير مهمة من الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو العلاقة مع علاقات الروس وتحديدا مع الرئيس بوتين لأنه أنا بعرف بعرف مدى احترام موسكو وتحديدا الرئيس الروسي لدولة الرئيس سعد الحريري وأنا شخصيا يعني أثق بهذا الإطار وبيلك أكتر من هيك حتى لو كانوا 18 و 20 وزير قادرين وزراء الاشتراكي المستقبل قوات لبنانية يعملوا توازن ولو بالحد الأدنى داخل مجلس الوزراء بس روسيا ما كان عندها مسعى قبلش جمعتين ثلاثة وما عد نجيح شوفي التطورات الدقنية والكبيرة تعيق بعض الملفات ورح أعطيكي مثل مستشار دولة الرئيس سعد الحريري بموسكو تلقف ملف اللاجئين السوريين في لبنان وعساس باللشن الحط يعني جدول لهذا الموضوع في عقب كتير كبيرة اسمها اليوم بشار الأسد بسوريا واللي عم بيطبل ويزمر عودتهم أنا يعني ما بدي نظر بهذا الموضوع بس أنه اللي عم بيطبله واللي حبين يسحفوا على قصر المهاجرين وهون استذكرت مبارح سيدنا البطراكس فير وقت السؤال هل ستزور قصر المهاجرين وقال وأين يقع هذا القصر كان تعبير كتير حلو اللي طول بعمره ف ما يعتقدوا كتيره ما يعولوا على هذا الموضوع لأنه عمليا اللي حاكم سوريا اليوم هو الروس بواسطة بعض الميليشيات الإيرانية ونقطع السطر وقريبا هناك عملية إخراج لكل الميليشيات الشيعية ليبقى الروسي وحده القابض على السلطة في سوريا أشارت لمسألة سوريا في حكة أنه مصادر حزب الله بتقول للمركزية أنه دي مش قصة تدعى لهال لهالقمة لأنه جزء كبير من جدول الأعمال للقمة رح يكون حول إعادة أعمار سوريا طيب معقول ينبحث موضوع مماثل بدون صاحب العلاقة صار لهم من الوقت من دلعت السورة بسوريا يعني 2011 لليوم عم يتقرر كل شيء بسوريا بغياب قداش نعمل قمم برا مش بس العلاقة بالأعمار العلاقة بالأعمار والعلاقة بالسيادة والعلاقة بكيفية النظام والعلاقة بمصير حتى بشر الأسد وقداش بيبقى وما بيبقى وانتخابات ولا مرة ندعى الجانب السوري هلأ نحشره لأنه ببيروت مع كل المآخذ مع كل التجاذبات الحاصلة بلبنان بكل أحوال رح إليك شغلة نحن مش السلطة قادر السلطة رزيز جبران بسيل بحسب مصادر الحزب هو اللي بدوره على دمشق ويوجه الدعوة يصطفلوا يصطفلوا بس أنا قلت ورح أرجع أقول اليوم عندكم بشار الأسد غير مرغوب فيه بلبنان غير مرحب فيه بكل بات في أرملة بكل بات في يتيم من وراء بارح فيه مسجدين بعضه العميل يلي موجود هلأ بالسجن بعده موجود علي المملوك مطالب نعم ولكن عيب عليهم يروحوا بهذا الإطار قبل مل على القليلة نحن في شغلة للتاريخ هذا النظام يعني بنهاية المطاف اليوم أو بكرة بده يرجع لبنان يقيم علاقات مع كل الدول بمن فيهم سوريا ولكن على بشار الأسد أن يعترف بما ارتكبه نحن منا أقل من الشعب الأرمني اللي بعده لليوم بعد مئة سنة عم بيطالب باعتذار من الأتراك بدنا توضيح اعتراف بكل اللي ارتكبوا بيوا قبلوا هو اليوم بأنه هن ارتكبوا كل هذه المجازر وبدوا يقدم اعتذار هيدا إذا كان الشعب اللبناني متفق على قراءتك عندك نص الشعب اللبناني خليني طالما حضرتك اعترفت أنا اليوم عم بيحكي بقسم نص الشعب اللبناني إذا يعني نص الشعب اللبناني بيعتبر بالعكس إنه النظام أنقذوا سترولة بكرة وقت هاي المشكلة إنه بكرة وقت التاريخ بكرة وقت التاريخ بده يكتب وتتكشف الحقائق بأنه هذا النظام ما وفر بيت أو طايفة بمن فيه نهون رح أحكي أنا بدي اتأكد و بدي أعرف ما هو دور حافظ الأسد كان بإخفاء سمحت الإمام موسى الصدر بكرة إذا أهل الشيع يلي بالجنوب عرفوا إنه هذا النظام إليه يد بإخفاء الإمام موسى الصدر هل رح يضلم وقفن هو ذاته بكرة بشباط إذا طلع القرار من المحكمة الدولية كان في دور لبشار الأسد بأنه اغتال أهم رئيس حكومة مرأ بتاريخ لبنان يلي هو الشهيد رفيق الحريري رح يضلم وقفن هو ذاته من النظام السوري معلش رح يقوله إنه مسيس قرار المحكمة كل شيء باللي تلاقاله وتفسير آخر يعني يمكن مشكلة لبنان الأساسية إنه ما في قراءة وحدة لكل شيء مشان هيك هلأ ما في كتاب تاريخ جديد مشان هيك نحن عولنا على هذه المحكمة ونحن ناطرين مش لحتى لا ننتقم ولا نتشفى ونحن عارفين ما رح نقدروا نطال اللي ارتكبوا لأنه طبعا صاروا بيكونوا بخبر كانة أو بشي دولة سفرون عليها أو تحت الأرض ما بعرف بس على الأقل لمرة واحدة بتاريخ لبنان في قرار صادر عن محكمة دولية موثوقة محترفة محترمة تقول هؤلاء اغتالوا رئيس حكومة لبنان بنهاية هالموضوع الشر الأوسط نقلت اليوم الوزير بسير بعده متأمل يصير في خرق من شان ياخد إجماع لدعوة رئيس النظام السوري والأخبار جريدة الأخبار بتحط المشكلة عند السعودية إنه هي اللي بعد ما أعطيت الضوء الأخضر لهذا الموضوع اعتقادة ومش معلومات حضور بشار الأسد سيسبب إحراج للبنان مع عدد كبير من الدول العربية وخليني أقول بالقانون بالتطبيق عضوية سورية بجامع الدول العربية معلقة ما يمكن ياخدوا قرار بـ 18 شهر كتير منيح يرفع ليش كتير منيح إذا رجعنيها على على جامع الدول العربية وبعد العلاقات مع عدد من الدول العربية منها قائمة شو بيعمل لبنان بهالحال ماذا لو ماذا لو السعودية اشترطت إنه أنا ما بحضر هذه القمة تعرفوا شو يعني المملكة العربية السعودية ما تحضر قمة عربية لأول مرة تعقد في لبنان إنه شو بتفضله يعني إنه غرامكم ببشار الأسد نعم وهذا الهوس بإنه نعيد اليوم العلاقات على ظل ما يحصل وبالمقابل بتخربوا علاقتكم مع المملكة العربية السعودية لأنه انتبهي انت بس تخرب علاقتك مع السعودية مع الخليج كله ومش بس مع الخليج مع الخليج ومع أكتر من دولة خارج مستوى الحضور بهالقمة بيقول رح يوجه رسالة معينة يعني عندك شخصيات أكدت حضورها مثل أمير قطر شخصيات أخرى أكدت غيابها مثل الملك الأردني هل يجب رصد مستوى الحضور بالدرجة الأولى شوفي مجرد عقد مثل هذه القمة في بيروت أمر كتير إيجابي نعم ولازم نستثمره بظل تراجع وتضاقل الحضور اللبناني بالخارج اليوم سترولة ما بعرف إذا حضرتك بتعرفي أنه حتى الرسميين بس يغادروا من لبنان لو عندهم باسبور خاص عم ينظر لقلهم بتلاتة إكس وأنه كأنه نهني هولي يعني من بلد جاية في علاية علامات استفهام طيب نحن بدل ما نقدم لقدام ونكون بمصاف الدول يلي يعني تحترم عم نروح باتجاه مصنف وكأنه نحن دولة مارقة مشان هيك عم قلك جزء من تأخير تشكيل الحكومة إلو علاقة بأنه إذا تشكلت حكومة بدوا إياها حسب الله بالشكل اللي بدوا إياه وبالإطار اللي بدوا إياه يعني عم نشبه حكومة غزة يعني على الدنيا السلام يعني فعلاً لبنان انسي سادر وانسي كل الهبات وانسي كل المساعدات والوضع المالي سيتقهقر أكثر فأكثر وارد تأجيل القمس وعلى الأخير قبل ما ناخد بريك لحد هلأ كل الترتيبات وكل الأشير بتقوله إنه ما في تأجيل إلا إذا حصل شيء ما كتير كبير تماماً مثل موضوع الحكومة يلي يمكن هلأ بهاللحظة تشوف الرئيس الحكومة ببعبدة وعم يقره المراسل لأنه هذه اللحظة معقول هاللحظة لحظة الحكومة تجي قبل القمة لحتى هيك لبنان يستضيف القمة لهلأ كل المؤشرات الإقليمية والدولية تنفي بتشكيل الحكومة خلال الساعات أي فعالية لهالقمة إذا ما كان في حكومة لا نحن في أن حكومة سترولا ليش عم نخلط دايماً وكأنه عم نتجاهل اليوم سعد الحريري اليوم سعد الحريري رئيس حكومة تصريف أعمال ورئيس مكلف يعني عنده إذا بدك مشروعية مدوبلة مشان هيك عم نرجع نقوله مثل ما قلنا ببداية الحلقة اللي قاله دكتور سمير جعجا عين الصواب والمبارح تلقفوا دولة الرئيس نبيه بري لازم ترجع تنعقد هذه الحكومة وسيسر أمور الناس يمكن ما يكون فيه مخرج غير بإنعقادة خاصة بالنسبة للرواتب تب تسمحي لي أنا طالما بهذا بدأس السؤال نعم شو بيعملوا إذا بقيت على سبيل المثال لا أكتر ولا أقل إذا بقيت هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال إلى حتى نهاية العهد يعني أربع سنين وقال أحد الدبلوماسيين شو بيعملوا بيضلوا قاعدين ببيوتهم الشباب وما بفعلوا عمل ونشاط مجلس وزراء ينسحبوا منه يعني هيدا بس هو الرئيس عون بالدرجة الأولى مش موافق على هالموضوع بدو يجي نهار حتى هلأ مش الوزير علي حسن خليل وقال إنه لازم يمكن تجتمع الحكومة مش نقصة الموازنة لأنه ما بقى في وقت وغيره أو ساتب عبدة تعترض على اجتماع الحكومة كتير منيح أنا رح أقلك نقطة أحد الدبلوماسيين قال لي لا بحضور مجموعة إنه إذا قطع عشباط وهذا الكلام أي لنا من أربعة شهر من ثلاثة شهر إذا قطع عشباط وما كان في حكومة قد يدخل لبنان ويبقى لبنان طوال أربع سنوات بحكومة تصريف أعمال طب إذا بقينا إذا صحت مقولة هذا الدبلوماسي بيضلوا معندين عرأيهم لأنه أنا قلت هيك ما بد شو بتعمل بهموم الناس وكيف بتمشي اليوميات بالدولة اللبنانية هل الإضراب اليوم يأتي بضغط على منشان تشكيل الحكومة أم لأهداف سياسية بعد البريك موسيقى 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 أهلا بكم من جديد لمتابعة الحلق والقسم الثالث والأخير أستاذ محفوظ بعد معنا تقريبا عشر دقايق رح نحكي فيهم بموضوع الإضراب يلي اليوم فيه دعوة لأله ما عدنا عارفين مين ملتزم فيه مين معارضه مين رافضه مين رح يقعد بالبيت بأي حال خلينا نبدأ بكاريكاتور حسن بلايبل بجريدة الديلي ستار رسم خريطة لبنان عم بترائب مذعورة على مسار التزلج تدحرج كرات الأزمات المالية والإضراب والحكومة نحوها الإضراب اليوم بريء بتوقيته أكيد لا بالبنان يعني يعني غني نبلش بالاتحاد العمالي العام ما احترامي للشباب مسيّس ما نتحكى بعضنا من طريقة تشكيل انتخابه يعني كيف بيكون واحد مثلا على سبيل المثال رئيسنا قابد قطاع معين وما بيشتغل بهذا القطاع طيب خلينا نقول أول شيء ليه ليه اعتبرت التوقيت مش بريء لأنه كل فترة منحس أنه في شيء ما عم بيصير بالبلد يحركوا الشارع هلأ طبعا مش كل الداعين عندهم يعني نفس الهدف نفس الهدف ليه بيعتقوهم باس لكين لأنه بتاعنا هذا مطلب شعبي بيدغضغ مشاعر الناس أنه أكله وشربه ومجاعة ومالية وأزمات وشؤون اجتماعي وصحة فالناس إذا بدك تدغضغ بعض الأحزاب بعض الجمعيات بعض الروابط بيشعروا بأنه هيدا يعني يجذب عامل جذب بس خليني يعني إذا بدك سوب موضوع التظاهرة أول شي تظاهرة ضد مين هذا السؤال للمطالبة بتشكيل حكومة لأنه البلد واقف عصوصه بارضة للمين مهالسؤال للقوة السياسية مين مفيش اسمه أنا هيدا كلمة طاقم سياسي وتقم سياسي طبقة سياسية سميلي يا شاب أنت مين بدك تسقط مش يسقط أول للمين بك تطالب بدي صحح لهم يا شاب بشكل الحكومة رئيس حكومة مكلف رئيس جمهورية هن المكلفين مين اللي عم يمنعهم روح تظاهر قدام بات شباب حزب الله يلي عم بيعرقلوا هيدا الحكومة هيدا تظاهرة بتكون مش لأنه عم بحكي عن حزب الله بس أنا أنا دايما هيدا بالمطلع أنه الطاقم السياسي مين طاقم السياسي بدي تسميات بكل دول العالم بيحددوا إذا فيه فساد بوزارة معينة بيقولوا الوزير إيكس بيروحوا بيتظاهروا ولا يسقطوا أو رئيس الحكومة إيكس بيروحوا يتظاهروا ولا يسقطوا أنتوا اليوم ضد مين حوت المال وشعارات خلص خلصنا مننا من أيام تروتسكي ولينين خلص حددوا حددوا رح قلتك بالمخص بالمحصلي أي تظاهرة ما بتشبه ما عم بحكي بعنوانا السياسية ما عم بحكي بعنوانا الشعبة الشعبة ما بتشبه الشكل والإطار يلي صار فيه بالألفين وخمسة يلي جمعت الشيعي والسنة والدرزة والمرونة والأرثودوكسة والعلوة وكل الناس لن تؤتي نتائج بدك ثورة وطنية مش لا محصوبة على هذا الفريق أو ذات أي عنوان ممكن يكون جازل في عنا كتير عنوان ليوم وبعدين ليش ليه برأيك الحراك يلي عم بيدعي إله المجتمع المدني بيفشل قبل ما يبل ليش يعني اليوم متل ما هم بيّن إنه حزب سبعة هو اللي أخذ على عاية قوة السير بهالموضوع عرضوا على الهيئات الابتصادية رفضوا لإستاذ محمد الشقير رجع راح فيه على الاتحاد العمالي العام ليش دايما انت حركات المجتمع المدني عليها علامات استفران أول شي ما عطشوا سئة لللبنانيين ما بيّنوا عن مصدقية ناين شفنا إنه كل اللي عملوا حركات مش حركات حركات مدنية خلال السنوات الماضية راحوا كلهم باتجاه يترشحوا على الانتخابات النيابية صار كل واحد بيعمل جمعية بيطلع تاني يوم بقدم ترشيحه انت وقت بتلعب لعبة السلطة وبتمسجيها مع لعبة المطالبات لإيه علاقة بلبنانيين ومعيشتهم بدأ تسقط فورا إنه ليش هذا الحراك المدني ما أخذ مدية ليش الناس ما عم تصدقون ليش الناس بعضها أو الحزبيين بعضهم مع أحزابهم بالرغم من سوق الأحوال اللي حاصلة لأنه ما قدموا نموذج يحتزى لحظة 14 قدر الأحزاب لحقت الناس مش مظبوط إنه الأحزاب دعيت نزلوا الناس وهيا اللحظة يلي غتيل فيها رفيق الحريري ويلي كان يعني القاتل معتقد بإنه تاني يوم يدفن رفيق الحريري بترجع الحياة إلى طبيعتها أخطأت حساباته ناس نجلت وعبرت عن غضبة بهذا الإطار وكانت الثورة الكبيرة نهار 14 أدار العظيم اليوم نحنا بحاجة لعنوان صحيح بس مش بس يكون عنوان معيشي لأنه في عنوان اللي علاقة بالكيان وبالوجود الحر أنا كلبناني اسمي إليه محفوظ أشعر بأنه وجود الحر أصبح بخطر كم من المسيحيين مئوياً بشاركوك هالفكرة ليكي بدي أليك شغلي بعد سنتين من هذا العهد بتمنى ينعمل نوع من استفتة أو استفتة أو أسئلة للناس ليشوفوا وين صاروا المسيحيين بخياراتهم الخاطئة عند بعض المسيحيين طبعاً أنا بالنسبة لإليه ما بشمل كل المسيحيين الخيارات لحد اليوم يلي عم تخدها القوات اللبنانية بالشراكة الوطنية المبادئ يلي عم يطرحها يعني كتير واضحة وصريحة خاصة بالموضوع اللي إله علاقة بعلاقات لبنان وصداقات لبنان بدي أعطيكي هيك إشارة بسيطة إنه طب نحن وقت اللي منقول إنه منرجم السعودية بوابل من الاتهامات إنه مين أصدقائنا إيران إذا بعمل مقارنة الناس اللي بتشتغل بالسعودية من لبنانيين ما راح قلك لبنانيين راح قلك كم مسيحي بيشتغل بالسعودية بدليني عم مسيحي واحد بيشتغل بإيران وهلو مجرى مين اللي عمر لبنان مين اللي بيساعد لبنان مين القريب من لبنان مين اللي ما عنده ميليشيا بلبنان تب يخيي دلوني إنه بالمعارك السياسية بتدخل كلها كلها الأمور بس إنه على الأقل أنا الظاهر إيران تستسمر ميليشيات شعية باليمن وبالعراق ووينما كانوا وبلبنان عنده حزب الله طيب إنه أنا كيف بدي يكون بهذا الخيار كيف بدي يكون بهذا الخطب مش هياك عم مقلك المسيحي إذا غرر فيه بمرحلة معينة بعقائد وبمعادلات خنفوشارية مثل خبرية حلف الأقليات والآخرية شفنا التمن لو وين وصلنا فيه بس شفنا نتيجة الانتخابات أعطت هذا الفريق بعد أكتر نواب إيه بس ودخلت للتحالف معه شخصيات إلها ماضي يعني لامع بـ 14 أدار وبثورة 14 أدار أنت وقت بتقرب السلطة على المصالح وعلى المبادئ ببقى تسألي عن باقي التفاصيل بس خليني أقولك بس نقطة أخيرة بهذا الإطار أنه لو المسيحيين تحديدا فريق رئيس الجمهورية استثمر انتخاب ميشيل عون لرئيسة الجمهورية بالناحية الإيجابية وعمل شبك مظبوط مع وقلت وعمل جهة أولى مع كل الأفريقاء الآخرين عن جد يعني كان منيح مع وليد جمبلات وكان منيح مع سعد الحرير وكان منيح مع سامي جميل وكان منيح مع سامير جعجع كان اليوم رئيس الجمهورية قاعدين حده كل هالمجموعات وخليه الشاطر يقف بوجه المشكلة هي بالرئيس ولا بالمحيطين فيه هاي دي خبرية محيطين فيه أنا بالنسبة للي الرئيس هو قرار بياخد القرار هو كان بيقدر يقول أنا بدي أعمل حط كل الناس حد يكون فعلا رئيس لجميع اللبنانيين لو كان هيك وكلهم قاعدين حده اليوم ما كان بيقدر حزب الله لا يعمل خبرية الجهلية ولا كان بيقدر يعمل عملية النواب الست المحسوبين لا ولقاء التشاوري بالعودة للإضراب وقت بيقرر الكتائب مفهوم يمكن هو معارض التشنق وحتى النائب نعمة فريم انه يشاركوا بهذا الإضراب لماذا؟ هل بوجه العهد بشكل أو بآخر؟ لكي أول شي خليني يعني أنا نعمة ما بدي أحكي عنه نعمة فريم النائب نعمة فريم بس واضح انه صار له فترة عم بيغرد خارج سرب بالتكتل وعم بيسمع أكتر من حدا منهم بالتقفيون عن تململ حول يعني السياسات أو المواقف يلي عم تنعمل حزب الكتائب كل عمره نعم معارض معارض مفهوم ومنه داخل السلطة ومن باب أولى انه شارك بالتظاهرات ويدعي لها حزب التشنق هو يعني عمليا ينادي بما ينادي به الناس وما بيقدر يطلع من إطار الناس وحاسس انه في عملية جوع ومش ضروري يكون اذا التشنق مشارك يعني يكون هو من ضمن الأحزاب يلي عم تشتغل على أولويات خارجية أو بأجندات معينة بس أنا خليني حط لك عنوان أساسي نحن اليوم كل نهار تعطيل بالبلد هيدا الدكانجي اللي بيبيع حبة العلكية بنا نحرموا انه يبيع بس يعرفوا هيدا الشي واذا اذا عمقول اذا هيدا الشكل من المظاهرات بيودي لنتيجة كلنا بننزل متظاهر بس ما بتصير الأمور هيك الاستاذ أسمر قال انه كل هالتعطيل هلأ له مدري كم سنة رح توقف على هالنهار تارفل هيدا الكلام شو بيذكرني بيذكرني بيحدا بيقلي وقت اللي بيعمل مخالفة سار انه الدولة مش قدرة غير علي انا ايه مطرح ما بتوصل الدولة لازم توصل ومطرح ما فينا ما نحرم الناس انها تشتغل ما لازم نحرمها موضوع اخير او اشارة اخيرة بموضوع الوضع المالي والاقتصاد الوزير رأت خوري بحديث مع جريدة الشرق الاوسط بيقول انه لبنان عنده هذا الوضع الاقتصادي الصعب ولكن بسبب تراكمات 25 سنة انه لبنان بلد مدين غير منتج بالشكل عام وبالتالي الحلول المقترحة لن تكون مريحة انه بالنهاية انه اللي عم بيصير اليوم ما بيتحمل مسؤوليته عهد مقل وسنتين يعني امور تراكمت على مر السنوات تعالفي انا بأسف وزير ومعنا بالهم الاقتصادي والمالي بيقول هيدا الحكي انا اذا في نزف بالقليلة بلش بسكر مسارب هل تسكرت مسارب النزف؟ هيدا السؤال فيها هلأ كلام عن مكافحة الفساد بتشوف في نية حقيقية لسا يربي هالموضوع اما ان المجتمع الدولي سيضغط هو للنصاف الوزير يلي عين لمكافحة الفساد يعني الملفات عنده صارت متلتلة عيب ما عنده ادوات استاذ إليه حددتك محامي وبتعرف انه فيه ادوات تترولا انا مواطن لبناني ما عندي ادوات وبمثل حالة شفت عم يستفزوا اللبنانيين بزيارة بشار الاسد عملت خطوة عملت خطوة توجهت لحدا انت وزير خلال سنتين وشوية ما بتلاقي سراء واحد فيه سرقات بالبلد بس ما في سارق كيف المنطق؟ كيف المنطق؟ هلأ باخدك انا محامي بروح على الدواير انا محامي بروح على الدواير هلأ باخده بشانجلو وبروح بفرجي نهار واحد بيقدر بفوت ألف كل يوم بفوت ألف واحد على الحبس ألف على الحبس إذا قاصد وإذا فيني إن شاء الله بالحكومة الجديدة إذا أبصرت النور استاذ إليه محفوظ خلس وقتنا يعطيك ألف حكومة شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء غدا بإذن الله شكرا للمشاهدين على المتابعة